مرحبا بكم في قناة ميرا الكروشي سنتعلم في هذا الفيديو طريقة كروشي هذه الوحدة الدائرية يمكن استخدامها بشكل مفرد كقاعدة للأكواب وسنتعلم في نهاية الفيديو طريقة رابط مجموعة من الوحدات ببعضها لتكوين قطعة كبيرة يمكن استخدامها كمفرش للطاولات أو صناعة ستائر أو حتى تصميم فستين أو بلوزات صيفية الطريقة لمستواء المتوسط لأنها صعبة قليلا أرجو أن يعجبكم الفيديو ولكن قبل المتابعة لا تنصدق على زر سبسكرايب للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنريهات لأسكم جديد فيديوهات كل أسبوع تابعوني سأبدأ بوسط الوردة وهي عبارة عن سلسلة من أربعة غرز واحد اثنان ثلاثة أربعة ثم أقفل بمنزلقة في أول سلسلة تتكون لدي دائرة صغيرة أصنع بها ثمانية غرز حشو أثبت طرف الخيط جيدا غرزة حشو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة والأخيرة ثمانية ثم أغلق بمنزلقة في أول غرزة وبهذا انتهيت من السطر الأول سأبدأ الآن بالسطر الثاني أرتفل مقدار ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم ثلاثة سلاسل مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة ثم الخيط على الإبرة وأصنع في أول غرزة عمود بلفة ثم ثلاثة سلاسل مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة ثم الخيط على الإبرة وعمود بلفة في الغرزة التي تليها أكرر مرة أخرى ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم الخيط على الإبرة وغرزة عمود بلفة في الغرزة التي تليها كرر نفس الخطوات حتى نهاية السطر انتهيت من السطر الثاني تأكدي أنك صنعت سبعة أعمدة وارتفاع ثلاثة سلاسل هو الثامن الآن سأقفل السطر بواحد سلسلة ثم الخيط على الإبرة وألفه حول أول ثلاثة سلاسل وأصنع عمود بلفة كي تكون الغرزة هنا في منتصف الحلقة الآن سأرتها في مقدار ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم ألف الخيط حول الإبرة مرتين وأصنع عمود بثلاثة لفات ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم غرزة منزلقة وأدخل إلى الحلقة الثانية بغرزة منزلقة أيضا ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم ألف الخيط حول الإبرة مرتين وأصنع غرزة عمود بثلاثة لفات وأكرر عمود بثلاثة لفات ثاني وعمود بثلاثة لفات ثالث ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم أقفل بغرزة منزلقة هذا سيكون شكل نصف البتلة الأولى والبتلة التانية من الوردة سأكمل الآن كل الحلقات بنفس الطريقة طريقة البتلة التانية أرجع الإبرة إلى مكانها وأدخل إلى الحلقة التالية بمنزلقة ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم الخيط حول الإبرة مرتين وعمود بثلاثة لفات الأول ثم عمود بثلاثة لفات الثاني وعمود بثلاثة لفات الثالث ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم غرزة منزرقة هذا سيكون شكل البتلة الأولى والتانية ثم أكملي باقي السطر بنفس الطريقة وصلت إلى نهاية السطر الثالث ووصلت عند نصف البتلة الأولى سأدخل إلى الحلقة بغرزة منزرقة ثم ارتفاع ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم ألف القيط حول الإبر مرتين وأصنع عمود بثلاثة لفات ثم أقفل بمزرقة هنا في أول ارتفاع ثلاثة سلاسل وبهذا انتهيت من صنع الوردة وسأبدأ الآن بالبتلات الصغيرة أرتفع بمقدار ستة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم خمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أصحب الخيط وأخرج الإبرة من مكانها وأتجاوض الخمس سلاسل وأدخل الإبرة وأصحب الخيط هنا في هذه الغرزة ثم أحصل على حلقة صغيرة أدخل إليها بغرزة منزرقة ثم أصنع ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم ألف الخيط حول الإبرة مرتين وأصنع عمود بثلاثة لفات واحد ثم ألف الخيط مرة أخرى وأصنع عمود بثلاثة لفات الثاني عمود بثلاثة لفات الثاني ثم عمود بثلاثة لفات الثالث ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم غرزة منزرقة أكرر البتلة الثانية بنفس الطريقة ثلاثة سلاسل ثم الخيط حول الإبرة مرتين وأصنع عمود بثلاثة لفات ثلاثة أعمدة بثلاث لفات هذا الثاني وهذا الثالث ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم أقفل بمنزرقة الآن البتلة الثالثة بنفس الطريقة ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة الخيط على الإبرة مرتين وعمود بثلاث لفات واحد وعمود بثلاثة لفات اثنان وعمود بثلاثة لفات ثلاثة ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم أقفل بمنزلقة ثم ستة سلاسل لأربطها هنا ستة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم هنا في العمود الذي فيه منتصف البتلة هنا العمود الثالث أصنع به غرزة منزلقة هذا سيكون شكل الظهر الصغير الأولى أو البتلة الصغيرة الأولى في الوردة سأكمل الآن بنفس الطريقة وأصنع واحدة أخرى ستة سلاسل ثم خمسة سلاسل ثم ثلاثة بتلات ثم ستة سلاسل وأربطها هنا في هذه البتلة وسأربط البتلة الثانية بالبتلة الأولى من هنا أرجع الإبرة إلى مكانها أرتفع مقدار ستة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وأثبت إصبعي هنا عند السلسلة السادسة ثم خمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أسحب الخيط وأخرج الإبرة من مكانها وأرجع هنا إلى السلسلة السادسة أو أتجاوز خمسة سلاسل أحصل على حلقة صغيرة أدخل إليها بمنزلقة ثم أبدأ بصنع البتلات وأولا أبدأ بثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم الخيط حول الإبرة مرتين وأصنع أول عمود بثلاثة لفات الآن سأخرج الإبرة من مكانها وسأرجع إلى الوردة الأولى هنا في منتصف البتلة في العمود الثالث هنا في المنتصف أدخل الإبرة وأسحب الخيط خلال الغرزة لأربطهما ببعض ثم أكمل باقي البتلة بالعمود بثلاث لفات الثاني وبهذا ربط الوردتين مع بعض بهذا الشكل ثم عمود بثلاث لفات الثالث ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم غرزة منزلقة وأكمل باقي البتلة بنفس الطريقة وبهذا الشكل أكون قد ربط الوردة الأولى بالوردة الثانية أكمل الآن مع البتلة الثانية والثالثة بنفس الطريقة ثم ستة سلاسل وربطيها هنا في هذه البتلة أسحب الخيط وبهذا انتهيت من نصف الوردة الثانية بعدما ربطتها بالأولى أكملي بنفس الخطوات حتى نهاية السطر وتصلي إلى هنا سأصنع واحدة أخرى للتوضيح أرجع الإبرة إلى مكانها وأرتب مقدار ستة سلاسل ثم أضع إصبعي على السلسلة السادسة وأصنع خمسة سلاسل ثم أخرج الإبرة من مكانها وأدخلها في السلسلة الخامسة بعدما أتجاوز خمسة أحصل على حلقة صغيرة أو دائرة صغيرة أدخل إليها بمنزلقة ثم ثلاثة سلاسل أبدأ بالبتلة الأولى واحد نان ثلاثة ثم الخيط على الإبرة مرتين وغرزة بعمو ثلاثة لفات واحد أصحب الخيط وأخرج الإبرة من مكانها وأرجع إلى البتلة الأخيرة في النصف الوردة السابق وأدخل الإبرة هنا في المنتصف أصحب الخيط خلالها لأربطهما ببعض ثم ألف الخيط حول الإبرة مرتين وأصنع عمود بثلاث لفات الثاني ثم ألف الخيط حول الإبرة مرتين وعمود بثلاث لفات الثالث ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم غرزة منزلقة وبهذا ربطت نصف وردة الثالثة مع الثانية أكمل نصف البتلة الثانية بنفس الطريقة ثلاثة بثلاث هنا ثم ستة سلاسل وربطيها بالعمود في الوسط هنا وأكمل بنفس الخطوات حتى نهاية السطر وصلت إلى نهاية الوحدة أو إلى آخر بتلة في الوحدة سأقوم بربط البتلة الأخيرة مع البتلة الأولى ثم ستة سلاسل وغرزة مزلقة هنا أرجع الإبرة إلى مكانها أبدأ بثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم ألف الخيط حول الإبرة مرتين وعمود بثلاث لفات الأول ثم أسحب الخيط وأخرج الإبرة من مكانها وأنتقل إلى البتلة الأولى في نصف الوردة الأولى في العمود في المنتصف هنا وأدخل الإبرة في الغرزة ثم أسحب الخيط خلال هذه الغرزة لأربطهما ببعض وأكمل باقي الإبرة بشكل اعتيادي كما في الخطوات السابقة ألف الخيط حول الإبرة مرتين وأصنع عمود بثلاث لفات الثاني ثم الخيط حول الإبرة مرتين وعمود بثلاث لفات الثالث ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة وأقفل بمنزلقة ثم ستة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم أقفل بمنزلقة هنا في أول ارتفاع ستة سلاسل أصحب الخيط وغرزة منزلقة وأحذر المقص وأقصص الخيط وبهذا انتهيت من صنع هذه الوحدة الدائرية الآن سنأتي إلى عملية ربط هذه الوحدة بوحدة أخرى بعدما ربطها من الجوانب ببعضها البعض في كل مرة أصنع فيها وحدة جديدة وأربط من الجنب وأصل إلى هنا إلى البتلة التي في الأعلى سأصنع ثلاثة سلاسل ثم عمود بثلاث لفات الأول ثم أخرج الإبرة أصحب الخيط وأخرج الإبرة من مكانها وأحذر الوحدة الأخرى وأختار أي وردة من هذه الوردات وأأتي إلى العمود الذي في منتصف في منتصف الوردة وأدخل الإبرة به أصحب الخيط خلال هذه الغرزة لأربطها ببعضها ثم أكمل بات البتلة بشكل اعتيادي عمود بثلاثة لفات الثاني ثم عمود بثلاث لفات الثالث ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم غرزات منزلقة ثم ثلاثة سلاسل لأصنع البتلة الثالثة ثم الخيط حول الإبرة وغرزة عمود بثلاث لفات واحد ثم عمود بثلاث لفات اثنان ثم عمود بثلاث لفات ثلاثة ثلاثة سلاسل وغرزات منزلقة ثم ستة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم غرزة منزلقة هنا في المنتصف في العمود الذي في المنتصف وبهذا ربطت وحدتان مع بعض الآن سأكرر نفس الخطوات لأربطهما من هنا بعد ربط الوحدات من جانب سأربطهما مرة أخرى بعد ربط هذه الوردات الجانبية ببعضها الآن سأتي إلى البتلة الثالثة وأربطها بالبتلة الثالثة من الوحدة الأخرى ورجع الإبرة إلى مكانها أرتب مقضاء ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم ألف الخيط حل الإبرة مرتين وعمود بلفة الأول أسحب الخيط أخرج الإبرة من مكانها وأنتقل إلى منتصف البتلة في العمود الذي في المنتصف وأدخل الإبرة في الغرزة وأسحب الخيط خلال الغرزة وأكمل باقي البتلة بنفس الخطوات عمود بثلاثة لفات الثاني ثم عمود بثلاثة لفات الثالث ثم ثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ثم غرزة منزلقة أسحب الخيط أكمل باقي البتلة الثالثة بنفس الطريقة ثم ستة سلاسل واربطيها هنا وبهذا ربط الوحدة الأولى بالثانية ونفس الطريقة ستطيعي أن تربطي بها كل الوحدات ببعض من هنا في المنتصف وهذه وحدة أخرى كنت قد صنعتها من قبل اربطيها بنفس الطريقة بالعمود الذي بالمنتصف في البتلة العلوية بهذا الشكل اربطيها مع بعضها لتحصلي على قطعة كبيرة إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسي الضغط على زر أعجاب سبسكرايب الاشتراك بالقناة وتفعيل جلس التنبيهات لأسكي جديد فيديوهاتي فور نشرها إلى اللقاء